من تعقيد إلى آخر ما فتأ النزاع بين الغرب والروسيا على خلفيات الملف الأوكراني يتنقل تدق طبول الحرب جنبا إلى جنب مع الحديث غير المثمر حتى الآن عن الحوار والديبلوماسية في المعالجة واحتواء الأزمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الغرب تجاهل مبدأ عدم تجزئات الأمن كما لم يأخذ بعين الاعتبار هواجس موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين فيما يتعلق بمسائل أوكرانيا وتوسيع حلف الناتو ونشر الصواريخ تريد روسيا من الغرب ضمانات أمنية قانونية طويلة الأمد وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قائلا إن تطورات الأزمة يمكن أن تبلغ حد قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن بالنسبة للتهديد بفرض عقوبات لقد أوضحنا للأمريكيين بما في ذلك خلال اتصالات الرئيسين أن تلك الحزمة المذكورة التي تتضمن إغلاق الأنظمة المالية والاقتصادية التي يسيطر عليها الغرب ستكون بمثابة قطع للعلاقات وتستمر واشنطن والغرب في هذه الأثناء في الضرب على وتر الحشد الروسي العسكري على الحدود الأوكرانية واعتبر السفير الأمريكي في موسكو جون سليفان أن التهديد في هذا الشأن حقيقي للغاية ووشيك وقد يحدث في أي لحظة مسألة الحشود الروسية مما شدد عليه الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبيرج خلال ندوة نظمها المجلس الأطلسي مشيرا لاستعداد الحلف لجميع الاحتمالات لم نتأكد من خطط روسيا ربما لم تتخذ قرارها النهائية بعد لكن من جانبنا نحن على استعداد للحوار السياسي وأيضا للرد العسكري إذا اختارت روسيا المواجهة المسلحة في هذه الأثناء حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مما وصفه بالإفراط في الذعر وقال إنه لا يشاهد تصعيدا روسيا على حدود بلاده يختلف عن السابق لكن قال أيضا إن بلاده تستعد لأي تهديدات كبيرة محتملة ويظل القاسم المشترك حتى الآن بين الجميع هو المراهنة على خيار الحوار الصعب والذي لم يحرز أي نتائج أخيرا في باريس وسينعقد خلال أقل من أسبوعين في برلين مستصحبا الأسئلة الكثيرة المعقدة ذاتها